السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نركز فيها على بعض الأخبار المهمة أخبار تتعلق بالتضخم وارتفاع بعض الأسعار بعض المواد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية سوف نتحدث على أزمة المحروقات في أمريكا والمآل التي وصلت إليه هذه الأزمة وسوف نختمها بلقاح فايزر الذي تم الإعنان عليه والذي سوف يتم من خلاله تلقيح الأطفال الذين سنهم بين الثانية عشر سنة والخامسة عشر سنة كما تعلمون بعد إصدار الحزمة المالية الأولى والثانية والثالثة وضعت فيديوهات وشرحت لكم أنه من خلال هذه الحزمة المالية التي استفاد منها الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية فالإدارة الأمريكية في نهاية المطاف عليها إرجاع تلك الأموال إلى البنك الفيدرالي الأمريكي أو ما يسمى بالفيدرال ريزور هذه الأموال التي يجب إرجاعها بفوائد ولكي يتم إرجاع تلك الأموال أمام بايدن العديد من الأمور التي تحدثت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة والتي تحدث عليها الجمهوريين من بين الأمور التي تم الحديث عليها أنه ربما سوف نرى ارتفاع في تسعير الوقود دفع تسعير طريق الصيار ارتفاع في تسعير طريق الصيار أو الزيادة في بعض الدرائب على الناس وغيرها من الأمور لأن تلك الأموال حتى ولو أعطيت للأمريكيين فيجب على الإدارة الأمريكية إرجاعوا لأن تلك الأموال تم اتباعتها من طرف البنك الفيدرالي الأمريكي ويجب إرجاعها مرة أخرى هذه الأموال تم إرسالها إلى الناس وفي نفس الوقت تلاحظون ربما أنه ليس الجميع لاحظوا هذا الأمر أنه هناك ارتفاع طفيف في أسعار بعض الأمور يعني المطاعم هناك ارتفاع في أسعار بعض المطاعم هناك ارتفاع في بعض أسعار المواد الغدائية وهناك ارتفاع في المحروقات فبالنسبة للمحروقات سوف نتحدث على هذا الأمر لكن من بين القطاعات التي عرفت ارتفاعا كبيرا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسعار وهو قطاع الدواج فقطاع الدواج عرف ارتفاع تقريبا بين 30% إلى 60% بالطبع هذا الأمر يعتمد على الموقع الجغرافي فبالطبع هناك ولايات يكون هناك ارتفاع كبير وداخل الولاية نجد أن مثلا مدينة أسعار الدواج أقل من مدينة أخر فهذا الأمر يعني ليس قاعدة لكن هناك بصفة عما ارتفاع في قطاع الدواج حاليا يقال أن السبب في ارتفاع أسعار الدواج وهو أن منتجي قطاع الدواج ليست لديهم اليد العاملة الكافية لمكافحة أو لمواجهة الطلب المتزايد على الدواج هناك طلب متزايد على الدواج وهناك فئة معروفة في المولايات المتحدة الأمريكية بدون ذكر أسمائها أو اسمها من الفئات التي تستهلك الدواج بشكل كبير شكل كبير لذلك فهناك طلب متزايد أمام عجل في اليد العاملة ويقال أن معدل الدخل معدل الدخل للعاملين في طربية الدواج في محلات طربية الدواج حسب موقع زيب ريكروتر أنه الدخل السنوي هو 36127 دولار للسنة تقريبا 36122 دولار للسنة هذا هو معدل الدخل بالنسبة للناس الذين يشتغلون في الدواج وعبر منتج قطاع الدواج على أنهم عرضوا فرص شغل برواتب جيدة لكن بدون جدوى أنه لم يتقدم على هذه الفرص لحد الآن مرة أخرى العديد من أرباب الصناعة والتجارة في الولايات المتعدة الأمريكية يحملون المسؤولية إلى إعانة البطالة التي يتوصل بها العديد من الناس وهذا الأمر تحدثت فيه بخصوص الولايات التي أعلنت أنها سوف توقف إعانة البطالة تذكروا أننا تحدثت على مونطانا، ساوت كارولاينا، أركنسا لكن هناك ولاية أكبر وهذا الأمر توقعته في الفيديوهات السابقة أخبرتكم بأنه ربما سوف نرى ولايات أخرى سوف تمشي في نفس المصار الذي مشت فيه مونطانا، ساوت كارولاينا، وأركنسا هذا الأمر سوف تحدثه فيه في فيديو آخر نبقى في قطاع الدواجن، فهناك شركة مشهورة هنا في أمريكا اسمها Pilgrim's Pride وهي تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج لحوم الدواجن تقول أنها لم تتمكن لحد الآن من إيجاد عمال للاشتغال في منشآتها لذلك قررت هذه الشركة، اسمعوا هذا الخبر إخواني أخواتي من يعني مهتم بالبحث عن عمل، فهذه الشركة لحد الآن تبحث عن العمال وهي Pilgrim's Pride سوف تظهر لكم اللوغو الخاص بهذه الشركة في هذا الفيديو، فهذه الشركة بسبب العجز على استقطاب الرياض العاملة سوف تقوم باستثمار مائة مليون دولار باستثمار مائة مليون دولار في الروبوتات أو الروبوت الروبوت الواحد يشتغل كأنه خمسة ألاف وستمائة عامل يعني كل روبوت يقابله عمل أو الجهد العملي الذي يقوم به خمسة ألاف وستمائة فهذا الأمر موجه للناس خصا كما قلت الناس الذين ما زال يبحثون على شغل فيمكنكم البحث في مثل هذه الفرص لأنه شخص أعلم أصدقاء يشتغلون في قطاع الدواجن واللحوم في ولاية أخرى دخلهم جيد وجيد جدا فيمكنكم البحث في هذا الأمر. الآن نتحدث على التدخم وارتفاع أسعار المحروقات فمعدل السعر المحروقات الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية هو 2.90 سنت بالنسبة لمعدل أسعار المحروقات في لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا هو 4.10 سنتات بمعنى أنه هناك ارتفاع بخمسة سنتات تقريبا على الأسبوع الماضية أو الأسبوع الماضيا ويقال أنه هناك زيادة بدولار وعشرون سنت على الصنع الماضية وتحدثنا في هذا الأمر المتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وتحدثنا عن اليد العاملة التي يعاني من هذا القطاع خصوصا فيما يتعلق بسائق شاحنات الوقود الذين قاموا بما يسمى بالتقاعد النسبي أو مغادرة إلى شركة أخرى كذلك سوف نتحدث على سبب آخر مهم في نهاية هذا الفيديو الذي أدى إلى ارتفاع الصاريخي والصراع في محلات البنزين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الولايات الشرقية من الأمور التي عرفت ارتفاعا كبيرا الآن في أمريكا وهو أسعار المنازل وهذه الأرقام مأخودة على ما يسمى بالNational Association of Realtors أو ما يسمى بجمعية الوطنية للمعنعشين العقاريين والتي أعلنت أن أسعار المنازل مثلا في مارس 2019 كان معدل منزل العائلي Single Family Home Single Family Home كانت تقريبا 261 ألف دولار هذا في مارس 2019 في مارس 2021 معدل منزل وصل إلى 335 ألف دولار بعض الأمور يجب كذلك وضعها في الحسبان رغم أن هناك أزمة وأن هناك كورونا لكن نلاحظ أن هناك ارتفاع ساروخي في أسعار المنازل أسعار المحروقات أسعار بعض المواد الغذائية التي لا يمكنني الحديث على كل مادة على حذر الآن ننتقل إلى أسعار المحروقات كما تعلمون وضعت فيديو وشرحت فيه من قبل أن من بين الأمور التي أدت إلى ارتفاع في أسعار المحروقات هو النقص في اليد العاملة خصوصا سائقي حافلات أو حفوا شاحنات الوقود لكن الأسبوع هذا الذي مضى كلنا ربما سمعنا بأنه تمت قرصنة أحد أكبر أنابيب نقل البترول في شرق الولايات المتحدة الأمريكية وهو خط كورونيال بايبلاين هذا الخط الذي يزود الجهة الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية تقريبا بـ 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين ووقود الديزل هذا الخط الذي تمت قرصنته من طرف قراصنة يطلق عليهم بالدارك سايد والذين يتخذون من روسيا مقرا لهم والذين طلبوا بفيديا هذا هو السبب الكبير الذي أدى إلى هذا الأمر لكن أمس أعلنت شركة كورونيال بايبلاين وهي الشركة المتضررة أنها قامت بدفع 75 بيتكوين لأن الشركة أو القراصنة يريدون الفيديا بيتكوين وليس أموال لأن الأموال يمكن تعقبها ويمكن التوصل إلى العصابة لكن البيتكوين غالبا لا يتم تتبعه من طرف السلطات الأمنية لذلك فشركة كورونيال بايبلاين دفعت 75 بيتكوين كفيدية للقراصنة وتقدر تقريبا بخمسة مليون دولار لإرجاع البيانات المسلوقة وبفعل توصل القراصنة بالمال وتم البدء في رفع إجراءات القرصنة على الخط الأنابيب هذا الأمر لم يشجعه مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI الذي عرض الفكرة وأخبر الشركة بأنه هذا دافع آخر لكي يدفع هذه الشركة أو شركات أخرى للقرصنة إلى القيام بنفس الأمر لاحقا بالرغم من أن داركسايد أو هذه المجموعة من القراصنة تتخذ مقرر لها من روسيا فجو بايدن أعلن بالرغم من أنه مقيمون في روسيا هذا لا يعني أن لديهم صلة بالحكومة الروسية نحن لا نؤمن أن الوصول الروسية كانت مقرر في هذه القرصنة ولكننا نحن لديهم مقرر لأن القرصنين الذين فعلوا القرصنة نحن في روسيا الآن نختم هذه الحلقة بالحديث على لقاح فيزر للأطفال فإدارة الغداء والدواء الأمريكي أو ما يطلق عليه بالـ FDA أعلنت أنه صرحت بتلقي لقاح كورونا للأطفال الذين أعمارهم بين 12 سنة و 15 سنة وذلك من أجل حماية السكان الأصعر سنة وإنهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها الوكالة كذلك حاولت طمأنة الأهل على أهمية وفعالية اللقاح وقالت بأن إدارة بيضن تخطط لإرسال اللقاحات إلى عيادة أطباء الأطفال بعض الأمر أريد أن أخبر به الناس الذين لديهم أطفال أنه ربما في الأيام المقبلة أو في الصيف المقبل ربما حينما تأخذ طفلك إلى عيادة طبيب الأطفال ربما سوف يتم إخبارك بأن هناك لقاح كورونا الذي هو موجن للأطفال الذين سنهم بين الـ 12 سنة و 15 سنة فحسب إدارة الغداء والدواء الأمريكية تقول أن اللقاح آمن لكن هناك أضرار جانبية تتكون من حمى طفيفة وحدود التهاب بالدراع مكان الجراء هذا كل ما يتعلق باللقاح فيزر الموجه للأطفال الذين سنهم بين الـ 12 سنة و 15 سنة فهل الأهل مستعدون لتلقيح أطفالهم بهذا اللقاح أمن كما قلت لحد الآن اللقاح في أمريكا ليست إجبارية هناك شركات بدأت الآن تضغط على العاملين لديها باللقاح بل أن هناك جامعات أمريكية الآن بدأت تطالب طلابها الدوليين الذين يرغبون في الدخول إلى هذه الجامعات أنهم عليهم الحصول على اللقاح للالتحاق بهذه الجامعات فهل الجامعات والشركات الأمريكية سوف لاحقا تقوم بإجبار العاملين والموظفين على أخذ اللقاح سوف نتابع هذا الأمر لاحقا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته